سيد عبدالقادر بدوي الباحث في الشونة الإسرائيلية سيد عبدالقادر متوقع كان من قبل الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقد الفيتو ولكن استمعت إلى مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقد الفيتو وذلك من أجل المفاوضات الحساسة عن أي مفاوضات تتحدث هنا برأيكم سيد عبدالقادر؟ يعني صحيح تحياتي لكم في البداية الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عمليا منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة أن تشكل مظلة سياسية لإسرائيل على الصعيد الدولي وأن تقوم بحمايتها من خلال اللجوء إلى استخدام كافة الوسائل بما في ذلك حق النقض الفيتو لإحباط أي قرارات أو عمليات عمليا من الممكن أن تدفع وتلزم إسرائيل على المستوى الدولي الوقف هذا العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وهذا يعني ليس بغريب الموقف الأمريكي اليوم هو استمرار للمواقف السابقة من بداية هذه الحرب لكن من ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الماضية تروج لأخبار بأنها تعمل على إعداد مشروع أو بالفعل هي عدة مشروع قرارة سن تقديمه لمجلس الأمن لدعم المفاوضات أو لدعم أي اتفاق تهدئة مؤقت يتضمن إطلاق صراح الأسرة الإسرائيليين بما في ذلك أيضا يعني رفض دخول إسرائيل اليوم أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح في ظل وجود مليون ونصف فلسطيني في هذه المنطقة بالإضافة إلى رفض أي تقليصات من مساحة قطاع غزة بشكل كامل بشكل عفوا مؤقت أو بشكل دائم بالإضافة إلى رفض أيضا يعني إقامة ما يسمى بالحزام الأمني بشكل مؤقت أو بشكل غير مؤقت أو دائم الولايات المتحدة الأمريكية تراهن اليوم ليست على عجالة من أمرها لتقديم هذا المشروع وتم التعبير من أكثر من مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعطي فرصة للتفاوض أو المفاوضات الدائرة والمحادثات الدائرة حاليا في القاهرة وفي بعض العواصم هنا أو هناك من أجل يعني التوصل إلى اتفاق تهدي أقبيل رمضان لكن أعتقد أن الرسالة التي يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية نقلها لإسرائيل هي أنها أو أن صبرها على إسرائيل قد بات ينفذ شيئا بعد شيء وأنها لن تدعم إسرائيل حتى النهاية في ظل تعنت إسرائيل من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بشكل مؤقت أتحدث هنا عن اتفاق تهديئة مؤقتة وبالتالي هي الرسالة لإسرائيل عليكم أن تدفعوا باتجاه التوصل إلى اتفاق التهديئة والتنازل عن بعض المطالب التي تعرقل وما زالت تعرقل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قبل رمضان وإلا سيتم تقديم مثل هذا المشروع وهذا عمليا يعني تغير في اللهجة الأمريكية تجاه إسرائيل لكن حاليا الولايات الأمريكية ليست على عجالة من أمرها وهي تريد أن تمنح إسرائيل المساحة الكافية للتفاوض وفقا لمواجهن القوة ولكن سيد عبدالقادري ربما هذا أو ما جرى اليوم أو منذ دقائق من تصويت وسخدام الولايات المتحدة حق نقد الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري نجد أن هناك ثلاث عشرة دولة وافقت على تبني مجلس الأمن لهذا المشروع الدولة الوحيدة التي لم توافق هي الولايات المتحدة الأمريكية ألن يضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف حرج أمام المجتمع الدولي الذي يطالب بضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة ولو لأسباب إنسانية؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية غير آبها بما يقول المجتمع الدولي منذ البداية هي تعتبر نفسها شريكة في هذه الحرب وليست فقط داعم لإسرائيل وبالتالي هي تقيس أيضا هذه المسألة بقياس المصالح المتحققة بالنسبة لها بوصفها شريكة في هذه الحرب بالأمس كان هناك إجماع من قبل 26 دولة أوروبية أيضا على ضرورة أن يتم التوصي إلى اتفاق تهدئة إنسانية بشكل فوري في قطاع غزة في يعني أعقاب الأحاديث حول عملية عسكرية واسعة في رفح الولايات المتحدة الأمريكية غير آبها بكل هذه الأراء وغير آبها حتى بكل المحادثات وحتى النقاشات السياسية الدولية الداعية إلى ضرورة أن تقوم إسرائيل بوقف إطلاق النار أو حتى عدم تنفيذ مزيدا من العملية العسكرية بعد مجازر الإبادة الجماعية التي اتكبتها في قطاع غزة على مدار 137 يوم الماضيين وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تشعر وكأنها تقدم للعالم أو تبيع وهما للعالم بأنها تعمل على إعداد مثل هذا المشروع لكن ستقدمه في الأيام المقبلة بعد أن تتيح المجال كما ذكرت لإسرائيل للتفاوض بحسب موازين القوى مع حركة حماس بمعنى أنها تريد أن تكون لإسرائيل أفضلية في شروط التفاوض بعد أن حسنت إسرائيل من شرطها التفاوض مع حركة حماس تريد أن تعطي مساحة لإسرائيل لأن تفاوض بشكل غير مباشر من خلال المسطة أم تعطي مساحة لإسرائيل سيد عبد القادر لدخول إلى رفح حتى تحقق ما يقال عنها أهداف هذه العملية العسكرية أعتقد أن الولايات التحدة الأمريكية في الوقت الحالي على الأقل لا يمكن أن تقبل بعملية عسكرية وازعة النطاق في رفح أعتقد أنها منحت إسرائيل ضمعا أقدر لتنفيذ عمليات خاصة أو ما يطلق عليها في إسرائيل أو في القامل العسكري عمليات مركزة في رفح بالإضافة إلى تعزيز أو تكثيف الغارات الجوية على هذه المنطقة من أجل زيادة الضغط على حركة حماس لإبداع مرونة أكبر في التفاوض وبالتالي هي تريد الولايات التحدة الأمريكية أن تخضع ما يجري إلى موازين القوى بين إسرائيل وحركة حماس والتي تتفوق فيها إسرائيل بالمناسبة اليوم في ظل استخدام إسرائيل أيضا للكارثة الإنسانية التي تسببت فيها في قطاع غزة كسلاح للضغط على حركة حماس في منطقة شمال قطاع غزة وفي مناطق الوسط بالإضافة إلى مناطق الجنوب نهيك عن مجريات العمليات العسكرية على الأرض وبالتالي هي تحاول أولا أن تبيع وهمة لبعض الأطراف بأنها ستقدم مشروع قرار في المستقبل لدعم أي اتفاق تأيها مؤقت وبالناحية أخرى تريد أن تكسب أو تمنح إسرائيل هامشا للمناورة أكثر واستخدام يعني أو الاعتماد على موازين القوى يعني المختل من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئ يضمن أيضا بعض أو تحقيق بعض الشروط الإسرائيلية وتنازل حركة حماس عن بعض المطالب التي ترفضها إسرائيل وكذلك ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي ستناور الولايات المتحدة الأمريكية حتى شهر رمضان في هذه المسألة على أن يتوصل الأطراف أو الطرفين إلى اتفاق تهدئ قبل رمضان وفي حال لم يتم التوصل أعتقد أنها من الممكن أن تلجأ إلى تقديم مثل هذا المشروع لتنقل رسالة لإسرائيل بأنها لن تقبل باستمرار هذا التعنت وأنها أتاحت لها المجال للتوصل إلى اتفاق تهدئة مؤقت ولكنها فشلت أو رفضت ذلك لكن من الناحية الإسرائيلية إن سألتني أعتقد أن بنيمين نتنياهو حتى غير آبه بالصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية وليست لديه أي مشكلة ليصطدم بشكل علني مع هذه الإدارة وفي أكثر من مرة سابقة أثبت بنيمين نتنياهو واليمين أنها ولكن لا يوجد صدام سيد عبد القادر الموضوع ليس فقط حول تصريحات يخرج بها بايدن ويطالب الجانب الإسرائيلي لضمان الحفاظ على حياة المدنيين أو حتى بتوفير مكان آمن لهم في قطاع غزة الحكاية ليست حكاية تصريحات الحكاية هي حكاية أفعال الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كشفت صراحة أمام العالم كله أنها تدعم ما يجري في قطاع غزة باستخدامها لحق النقد الفيتو يعني لا يوجد معارضة أصلا ما بين إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية حول ما يجري في قطاع غزة صحيح من حيث المبدأ لا يوجد أي تعارض بين الرغبة الإسرائيلية والرغبة الأمريكية كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة في هذه الحرب منذ البداية وقدمت الدعم السياسي واللوجستي والعسكري والتسليح وفتحت مخازن الأسلحة والصواريخ لإسرائيل وبالتالي هي شريكة كاملة في هذه الحرب ما تريده الولايات الوحيدة الأمريكية عمليا هو أن تهيئ الظروف لكي تكون وثيرة القتال منخفضة في قطاع غزة وبالتالي هذا الأمر ربما الذي يشكل في بعض الأحيان نوع من الصدام بين الطرفين بالإضافة إلى مسألة الحديث عن اعتراف وشيك أو محتمل بعد طرح مبادرة يتحدثون عنها اليوم في الولايات الوحيدة الأمريكية بمبادرة بعض الدول العربية خلال اتفاق التهدئة للاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة كدولة هذا الأمر تصدى له بن يمين نتنيا وتصدت له إسرائيل بشكل كامل وعلني وهذا يعبر عن صدام حتى وإن كان على مستوى الخطابات أو حتى على مستوى الإعلامي بين الرغبة الأمريكية وبين الرغبة الإسرائيلية لكن في موضوع الحرب الولايات الوحيدة الأمريكية كما قلت لك من البداية هي شريك كامل لإسرائيل وتريد أن تؤمن لها مظلة سياسية وتريد أن تحميها حتى سياسيا من أجل ضمان عدم مساءلتها أو حتى وقف الحرب لأن الولايات الوحيدة الأمريكية ترى اليوم أن وقف الحرب بشكل كامل في قطاع غزة أو حتى اللجوء إلى هدنة مؤقتة قد تفضي إلى هدنة دائما هذا الأمر يشكل هزيمة بالنسبة لإسرائيل وانتصارها بالنسبة للمشاهدة